طبعا بالتأكيد التجربة الأهم وانت وقتها قلت ان هو أفضل نادي في العالم تجربة ريال مدريد بالتأكيد تجربة ما كملتش اعتقد زي ما كنت تتبنيها وان كان كان فيها رقم تاريخي اذكر بيه كمان السادة المشاهدين ان انت وقتها حصلت 97 نقطة في جدول ترتيب الدول الاسبالي وده كان اعلى عدد من النقاط يجمعهم ريال مدريد في تاريخه بس وقتها تفوق برشلونة 99 نقطة بجيل رائع جدا من اللاعبين تجربة ريال مدريد كمان شايفها ازاي بعد كل هذه السرات كانت تجربة كبيرة اي مدرب يتمنى ان يدرب او يجلس على مقعد المدير الفني ريال مدريد انت تتحدث عن نادي يتطلع دائما لحصد الالقاب الموسم كان طويلا وقمنا باشياء كبيرة في هذا الموسم على الرغم من اننا لم نتوق باللقاب واعتقد ان تجربتي مع الريال هي من التجارب التي ستظل محفورة في ذاكرتي الموسم لم يكن الامور لم تسر في بعض الاحيان بالشكل المطلوب مع عودة فلورنتينو بيريز كانت هناك حقبة جديدة في تاريخ ريال مدريد لم نستطع التتويق بدوري الابطال او الكأس في النهاية الادارة ارادت ان تقوم بتغيير ولم تكن بالنسبة لي اي مشكلة في هذا الامر كنت بالطبع ارغب ان اظل فترة او اطول مع ريال مدريد ولكن انت تتحدث ايضا عن فترة كبيرة في حياتي في هذه التجربة وايضا مع ملجة لقد قضيت ثلاث سنوات رائعة مع ملجة وقدمنا مستويات رائعة سواء في دوري الابطال او في الدوري الاسباني اي مدرب واعود واكرر ان اي مدرب يتمنى ان يدرب ريال مدريد